السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بنشر المزيد ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ايها الاحباب الكرام نجدد ترحب بكم ونهنئ انفسنا جميعا باشراقة شهر ربيع الاول ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولده كان في التاني عشر من هذا الشهر الفضيل نسأل الله تعالى ان يهله علينا وعلى الامة الاسلامية قاطبة في مشارق الارض ومغاربها بالخير واليمني والبركات ونوصل ايها الاحباب الكرام قضية الاحتفاء بمولد النبي الكريم عن طريق استحضار ملامح القوة والاعجاز في القرآن الكريم مما يدل على ان هذا الكتاب العزيز ليس من صنع محمد وانما هو وحي من السماء نواصل حديثنا عن سلسلة الاعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل في الحصة السابقة كنا تحدثنا عن الاعجاز في المجال الطبي وفي مجال تخلق الجنين في بطن امه وكيف ان الله تعالى شق له السمع والبصر والفؤاد ثم قام سبحانه وتعالى بتصويره وكيف مر بمرحل واطوار كلام علمي دقيقة لم يتعرف عليه الاطباء الا في العهود الاخيرة وتم التساؤل اذا كان القرآن العظيم من تألث محمد فمن اوحى اليه هذا الكلام العلمي الدقيقة مما جعل اطباء كبار في العالم من اوروبا وامريكا ومن اسيا ومن تايلوند وغيرهم اسلموا وجددوا ايمانهم وشهدوا بان القرآن الكريم وحي من السماء وان سيدنا محمد النبي ما هو الا مبلغ ورسول من عند الله اليوم ايوا الاحباب الكرام نتحدث عن موضوع اخر من مظاهر الاعجاز العلمي في كتاب الله جل علا وهو عالم البحار والمحيطات الله عز وجل تكلم عن هذا العالم فقال او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكذيرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الحق جل جلاله يتكلم في هذه الاية الكريمة من سورة النور عن حقيقة علمية لم يتم اكتشافها الا في ثلاثينيات القرن العشرين حينما تجمع فريق كبير من العلماء المختصين في عالم البحار واستعانوا بمجموعة كبيرة وضخمة من التقنيات من بينها الغواصات العائمة والمختبرات العائمة والاقبار الاستناعية واعداد كبيرة من المجهر الدقيق الالكتروني اكتشفوا عوالم غريبة في البحار البشر ايام زمان كانوا يعتقدون بان عالم البحر عالم غريب ولا يستطيعون ان يصلوا الى اعماقه كان الانسان الى حدود القرن التسع عشر يبقى دائما في حدود من البحر كان يظن بان هناك اساطير وخرفات تحوم حول هذا العالم الغامض يسمى بحر الظلمات اليونان مثلا كانوا يعتقدون بان الامواج البيضاء العالية هي عبارة عن جيان خيول للآلهة تمر فوق البحار ونسجوا الكثير من الخرفات والاساطير وبقي الامر خفيا لان الانسان لا يستطيع ان يغوص عميقا في اعماق البحار لان نفسه تكاد تختضق لما تطور البحث العلمي في مجال عالم البحار واستطاع الانسان ان يميز بين نوعين من البحر هناك البحر السطحي الذي تصل اليه اشعة الشمس وهناك البحر العميق الذي لا تكاد ابدا تصل اليه اشعة الشمس فالانسان منذ ان خلقه الله تعالى الى حدود القرن التاسع عشر كان يلعب ويرتع فقط في مجال البحار السطحية ويسافر ويصطاد الاسماك ويظن بانه تعرف على كل شيء ويتخوف من بحار الظلمات الى ان نهر هذا الفريق العلمي في عالم البحار مكون من عدد كبير من الباحثين كان من بينهم الباحث الكبير العالم الفرنسي الشهير كوستو جاك كوستو معروف بانه خبير جدا في عالم البحار ودال جوائز علمية دولية كبيرة للغاية هذا الرجل من خلال فريقه العلمي اكتشف اعداد كبيرة من المعطيات الجديدة التي لم تكن البشرية تعرفها عن عالم البحار لكنه سوف يفاجأ لما يلتقي ببعض العلماء بعضهم في اليمن وبعضهم في الهند وبالصدفة لما كان في الهند سمع شخصا هندي مسلم يقرأ القرآن العظيم ويقرأ هذه الايات او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراغا ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور تفاجأ العالم الفرنسي الشهير جاكوستو وقال للعالم الهندي المسلم ما هذا الكلام الذي تقول قال هذا هو القرآن انه الذي انزل على نبي الله الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شد كوستو فرنسيه وقال نبيكم هذا متى كان قال قبل اكتر من اربعة عشر قردا قال هل كان يركب البحر هل كان يغوص في اعماق البحار قال كلا نبينا كان يعيش في الصحراء ومحاطم سلاسي الجبلية وكل سفرياته كانت عبارة عن اماكن قريبة بالخيول والجمال ولم يركب البحر قطعا ابدا قال مستحيل هذا الكلام الذي ذكرته الآن انه اخر المعطيات التي توفر عليها البحث العلمي في مجال البحار والمحيطات فبدأ يشرح ما معنى او كظلمات في بحر اللجي ما معنى البحر اللجي هو البحر العميق لان البحر السطحي يكون واضح والشمس تخترقه باشعتها لكن البحر اللجي هو البحر العميق جدا يبدأ من خمسمائة متر ويستمر الى ان يصل الى الف متر او كظلمات في بحر اللجي فقد تبين فعلا بان هناك ظلمات دامسة كل من دخل الى القعر اللجي سيهد هناك ظلام دامس لا يكن شيئا او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب لاحظ كوستو بان الامواج هي بعضها فوق بعض الامواج غير متتابعة ليس موج يتابع الموج وانما موج عظيم يتبع فوقه موج عظيم وفوقه موج آخر عظيم او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض هنا قد وصلنا الى القعر اللجي في الالف متر ظلمات بعض وفوق بعض حتى قالوا بان الاسماك هناك لا ترى بعيونها وانما عندها طاقة كيموية تستطيع بغى ان تتعرف على الاشياء كأن عندها عندها مصابيح في ابصارها وهناك مخلوقات سبكية وحيتام عمياء انما تتلمس عن طريق الاحساس ما عندها قدر على الرؤية لان الظلام دامس ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها لاحظ القرآن يقول لم يكد هذا يسمى بافعال المقاربة كاد يعني ان الله تعالى يصور تصويرا فنيا ان الغواص اذا دخل الى القعر اللجي حتى يده لا يكاد يراها ابدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ضلام دامس كستو قال هذه المعطيات المذكورة في هذه الاية هي اخر ما توصلنا اليها في المختبرات العلمية المكلفة بالبحار والمحيطات لا يمكن ان يكون هذا الكلام مجرد نقل عن الاولين انما هو حقائق علمية ففجأ قسطو بهذا الكلام العلماء قالوا له هذه الايات ما فهمنا منها هي ان الله تعالى يتحدث عن النور وعن الظلمة في اول الايات ماذا قال ربنا عز وجل الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصماح المصماح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتنة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم ربنا ساق هذه الاية في مجال الحديث عن عالم النور وعالم الظلمة تكلم عن عالم النور أولا نور الهداية وكيف أن هناك رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكيف أن الله سيعطيهم من الرزق ويجازيهم ويزيدهم من فضله ثم انتقل إلى عالم الظلمات وهنا سوف يتحطي عن الكفار لأن يسبق هذه الاية التي ذكرناها أو كظلمات في محر اللوجي قال والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسب هالضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب العلماء قالوا بأن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية وكتاب إرشاد والقضايا العلمية التي تأتي مذكورة فقط لتأكيد المعاني الإيمانية فربنا يقصد الإرشاد والدعوة يتحدث عن المشركين وعن الكافرين وعن الملحدين الذين لا يؤمنون بالله هو لا يعتقد بوجود الله ويعتقد بأن الوجود جاء صدفة وأن الطبيعة هي الإله وأنه يعيش بغير اتجاه هؤلاء حتى ولو عملوا أعمال طيبة قد يكونوا علماء مخترعين قد يكونوا مناصرين لمبادئ حقوق الإنسان قد يكونوا دعاة للسلام قد يكونوا طيبين في أخلاقهم ويعملون الكثير من الأعمال في صالح الإنسانية ربنا سوف يجازين في الدنيا على صنيعهم وسوف يحضون بالشكر والإشادة من طرف الناس وربما قد يحصلون على جوائز كجائزة نوبل وغيرها لكن ما مصيرهم في الآخرة إنهم يعملون الصالحات ربنا يجيب عن المصير في الآخرة مادام لا يعتقدون من وجود الله الحق عز وجل يخبر بأن كل الأعمال الجليلة العظيمة الجسيمة التي قاموا بها لمصلحة الإنسانية فإنها لا تنفعه في الدار الآخرة لماذا؟ لأنهم أصلا لا يعتقدون بوجود الله سوف يأسفون ويندمون والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء مثل إنسان في صحراء يشعر بالعطش وبالضمأ الشديد ثم رأى صرابا وخيل إليه أن ذلك منبع الماء فصار يلهت ويجري ولما يصل إلى المكان يرى بأن ليس فيه ماء وإنما مجرد صراب والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضماء أو دماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هنا الله عز وجل يحذر الإلسان أنه يغير عقيدة الكفر والشرك والإلحاد وعليه أن يتمسك بعقيدة الإيمان واليقين حتى لا يكون من الخاسرين فربنا هذا هو المقصود من الآيات لكن الله تعالى ساق بعدها مباشرة قال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراغ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بمعنى أن الكفار والمشركين والملحدين واللادينيين مهما عملوا من أعمال هم في ظلمات شبههم كأنهم في الأعماق البحار أنهم ليس في البحر السطحي وإنما في البحار العميقة الظلام الدامس إلى أن قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور العالم كسطو لما سمع هذه الآية هو اهتم فقط في الشطر الثاني الإعجاز العلمي والحقيقة العلمية وربما قد لم يلتبه إلى إلى الصياق العام الذي ربنا أرد به الهداية والإرشاد والتوجيه للبشر فأسلم كسطو وقال أعطوني هذا القرآن أتمل فيه فبدأ يقلم صفحاته ويبحث عن الآيات المتعلقة بعالم البحار لقد كان يجن جنون الرجل لقد صادف عدة آيات قرآنية فيها إعجاز علمي كبير في عدة مجالات من ذلك مثلا أنه لما كان يبحث في البحار والمحيطات وفي المضايق الصهرى مثل مضيق جبل طارق ومضيق المندب الذي هو يوجد في عند المحر الأحمر وغيرها من المحيطات الأخرى ثم درس ما يتعلق بالمحيط الهندي والمحيط الأطلسي والمحر الأمد المتوسط وغيرها ووجد بأن كل بحر مستقل بذاته كان يعتقد الحقيقة العلمية أن البحار الكبرى تطغى على البحار الصغرى لكن وجد بأن هناك حاجز بين البحار فلا يمكن لأسماك هذا البحر أن تخترق جدار البحر الآخر وهناك اختلاف تام في الكتافة وفي الملوحة وفي درجة الحرارة وفي معطيات كثيرة فتعجب الرجل هذه حقائق علمية غريبة جدا فلما قرأ القرآن العظيم ووصل إلى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن البرزخ وقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكم تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم تكذبان كستو لما سمع هذه الآيات شد رأسه قال مستحيل لا يمكن إن هذه الآيات تحمل حقائق علمية غريبة تدل على أن هذا الكلام ليس من صنع البشر إنه من صنع الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حدود فاصلة لا يمكن أن يطغى أحده بعد الآخر ولا يمكن لأسماك هذا البحر أن تتسرب إلى البحر الآخر ولا الحيتان أن تخترق الجدران ولا الكتافة ولا الملوحة ولا درجة الحرارة هذه معطيات كثيرة جدا انتبه إليه العالم كستو ثم بدأ يبحث ويبحث إلى أن سمع قول الله عز وجل وجعل بين البحرين حاجزة أإله مع الله وجعل بين البحرين حاجزة فكل هذه كلمات قرآنية هي مختصرة لكنها تحمل قضايا علمية كبيرة وزاد من ناجة كستو أنه لما قرأ قول الله تعالى والطوري وكتاب المسطور إلى أن قال والبحر المسجور ما معنى البحر المسجور هو البحر الذي يشتعل نيرانا يعني أن تحت القاعر النجي هناك بركان ناري خطير أن البحر تحتها نيران والبحر المسجور أي البحر التي تشتعل نيرانا والمحيطات التي في قعانها باراكين هذه القضايا يقول كستو بأننا تسوصلنا إليها بعد التلاثينيات والخمسينيات من القرن العشرين وكان فريق علمي دولي مكون من عدة دول من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال وأمريكا وغيرهم اجتمعوا واستعانوا بالأقبار الاصطناعية في السماء واستعانوا بالغواصات في أعماق البحر واستعانوا بالمختبرات العائمة واستعانوا بالميكروسوفات الدقيقة جدا فقالوا لا يمكن هذا الكلام أن يكون من كلام محمد الذي كان يرعى الغنم والذي كان أمي وفي بيئة صحراوية وكان في مجتمع جاهلي لا يمكن فما كان من كستو ومن معه من العلماء إنصافا للحقيقة العلمية إلا أن انتصبوا وأعلنوا شهادتهم وقال كل منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا معنى قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق نقول هذا الكلام أيها الأحباب الكرام ونحن نحتفي بذكر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عن الإعجاز العلمي أولا لنتبت الإيمان في قلوبنا ولكي يزيد يقيننا بأن القرآن العظيم هو من عند الله وأنه كتاب فقه وتشريع وعلم وتوجيه وإرشاد حتى يزداد تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وهي فرصة لكي تكون الدعوة الإسلامية غير مقتصرة على أبناء المسلمين وإنما تشمل كل دول العالم لأن الإسلام هو دين بشارة الإسلام هو دين دعوة الإسلام هو دين دين سلام وربنا عز وجل أراد أن هذا الدين يصل إلى كل بقاع العالم فهو دين العولمة الحمد لله رب العالمين فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويزيدنا إيمانا ويقين ولا يسعد إلا أن نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة